ايه قال رحت شفت العروسة انت ومك اه عجبتكم حلوة طيب الحمد لله مالها تخينة طيب الحمد لله خير وبركة طيب انا تخينة تخينة ده خير وبركة اه 24 ساعة عندك كاترة العزم كل ما تطلع لها سلمة ركبتها الطوب ماكسة عرقيب هي ما كويسة تخينة دي تسد معانا اه اه كم كيلو يعني مش مشكلة ده عز الطلب حتى امك بتاعت مشاكل مشكلة مع الحريم في الشارع تسد معانا دي لا تمام اهم حاجة يعني يعني اهم حاجة جومتها وقاعدتها شفتوها وشها مسامسام مش مشكلة تخن يا دي اجار شامك مش مشكلة تخن بقول لها ماانا احنا ناكسة عرقيب ما هي تخينة دي حلوة تسد معاك على الكوشة وتسد معاك فيديو وتطلع بيها اه معانا تلاقي نشيلها تساعد معانا معانا كنبة معانا دكة معانا طين عليك وعارس اصعبوك لا وهي كده كده المهر بتاع الفيعة نفس بتاع التخينة ليه ناخد الفيعة معانا بيها يا دي سمع كلامي يا جرشابوك حتى الايال تطلع رويانة ها واعي واعي الحزل علي والفجر اللي على اللي جابولي يا جيتك زمان كانت تقول خد التخينة وقعت خاف منها مخدة ومنها الحاف مش مشكلة خلاص تفجوا مع الناس انت امك مع امها لغاية لما اروح انا بعد المغرب كده جاب لابوها ها ها يا ولدي رويانة ها التخينة دي من بيت عزي رويانة مع تاخدها داكب عروح ناكسا عبو الصف عرقوب هالصبح جيب لي الفجر ها يا ولدي حلوة التخينة بتلقى ايدها كده زي زي الرغيف الشمسي كده حتى الغوايش يتخيل فيها ما لكش دعو انت ها ماش ماش هجاب لابوها بعد المغرب ها تمام ليكش دعو انت تخينة تخينة اه يلا توكرنا على الله وربنا يتمم لك على خير مع السلامة ما له هالتخينة دي التخينة دي اللي حتى لو دخلت محل صاحب المحل بيخاص منه الحمد لله ربنا يتمم له على خير غرشا بودة شكرا